اهلا بكم يا حلوين ازيكم وحشتوني جدا جدا طبعا اليومين دول محدش بيدبخ وبيعمل اكله ويوقف في المطبخ علشان يعمل مالازة وطاب طبعا احنا بنحوش كل الكلام ده ان شاء الله للعيد كله مشغول دلوقتي في تنظيفات البيت علشان يستقبلوا العيد والبيت وبيكون نضيف وديد وكوس وقت ربين عليها بس من ضمن التنظيفات دي يا بنات فيه تنظيفات وحاجات كده مخفية بننساها بننساها علشان مش ظهره ومش قدام عينينا طول الوقت زي فرن البوتاجاز اوقات كتير علشان مش ظهر قدام عينينا على طول زي مسلا سطح البوتاجاز من فوق ان احنا كل شوية ننضفه بعد كل اكله او كل حاجة نعملها فيه بننسا فترات وانا سبته برضو ونسيته فترات طويلة وبما اننا الدخلين على العيد قلت هعمل تنظيف عميق لي كمان اتسألت كتير ازاي بنضف فرن البوتاجاز بتاعي زانوسي كول ماكس هو اربعة شعلة بما اني عملت ريفيو عنه لو حابين تعرفوا عنه اي حاجة ارجعوا للفيديوهات دي هتلاقوها في صندوق الوصف يلا بسم الله ونصلي على الحبيب المنظف اللي معايا اللي انا هستخدمه في باب البوتاجاز بس من الداخل اللي هو الازاز بتاع باب الفرن نفسه هستخدم كلوركسة خمسة في واحد ده منظف لكل الاغراض ولقيته خفيف كده على الازاز مش عايزة حاجة قوية اه تيه على الازاز عشان طبعا ممكن ان هو يعلم او يتأثر باي حاجة كيموية فده كمان مفهوش كلور فقلت خلاص فرصة انا هنضف كويس قوي بالمنظف ده بسلكة كمان من اللي هي اللي استانلس دي اه حتنظف معايا كويس قوي بس طبعا اه يعني مش هادعك جامد قوي طبعا علشان الازاز ميتجرحش لو حاولت ان اكتامي ليه بليفة عادية مش هيبقى نضيف معاك قوي لان بيبقى فيه دهون لزقة لازم تدعكيه كده بالسلكة دي اللي استنس علشان اي حاجة فيها دهون تطلع معاك بعد كده عملت برضو اللي حوالين الازاز نفسه عملته بالفرشة دي الفرشة دي جميل قوي بتساعدني جدا في حاجات كتير كنت جايبها من اي كيا هعمل بيبقى حوالين الازاز كله بنفس المنظف ده هو هو يعني باب الفرن عندي ماهوش مش واصل لمرحلة متأخرة يعني لان انا دايما وطبعي ان انا ما بسيبش حاجة من غير نضافة فيعني انا كده وصلته لاخر مرحلة من عدم النضافة يعني عشان عارف اصور لكم بعد كده جبت فوتا بلتها ميا وعصرتها خالص خالص خلتها زي من الدية كده ومسحت بيها كل المنظف اللي انا يعني غسلت بيه الازاز ده عايزة تخلي الفوتا دي فيها خل حتي فيها الخل عشان تلمع اكتر لكن بصراحة يعني انا محطتش خل ولا اي حاجة بالمنظف بس الخامسة في واحد بقى شايفين الازاز بتاع الفرن بقى زي الفل ازاي فوش اي دهون خالص ولا اي حاجة لزقة ولا صفار بتاع الدهون ده يعني بصراحة مية في المية هدخل بعد كده بقى على الفرن نفسه هشيلي الشبكة بتاعت الفرن على فكرة فيه افرام بيبقى فيها شبكة واحدة وفيه افرام بيبقى فيها شبكتين فخلي بالك وانت بتشتري لان دلوقتي حاليا بيتشارى فيها شبكتين انا كنت جايبا بشبكة واحدة واكتشفت ان المفروض يبقى فيها اتنين اخدت واحدة تانية او اشتريت واحدة تانية من الشركة نفسها لان هي كانت نقصة شبكة كمان هاخد الشبكة بقى على الحوض الجميل بتاعي اللي انا لسه عاملاه شايفين بقى الجمال بتاع الحوض وجمال الرخامة عفون كنت اتسألت على المية عاملة ايه معايا علشان بالنسبة للستيكر ده حوالين الحوض الستيكر ده بيدخل فيه مية ولا لأ يا ياسمين لا اما فيش اي مية خالص الحمد لله لو هتشوف الفيديو دلوقتي اهو انا بعمل فيه كمان التنظيفات وحاجات يعني من الفرن الشبكة بتاعت الفرن ياسمين حبيبتي يمتبعاني وعلى طول بتعلقلي وبتسألني على حاجات كتير زي ما انت شايفة انا هنضف برضو الشبكة ويقول لكم طبعا شايفين فانت لو عايزة تجددي وتعملي حاجة جديدة للحوض بتاعك او الرخامة بتاعتك فانا انصحك انك تحطي الاستيكر الاستيكر الالماني ده لو عايزة اي استفسارات عنه شوفي الفيديو اللي قابلي ده على طول هتعرفي كل حاجة وهتشوفي كل حاجة فيه وهتشوفي المنظر قابله وبعده كل حاجة هنضف بقى الشبكة بتاعت الفرن بالفيبة عادي جدا الصابون السائل العادي اوي خالص ده يعني مش هجيب كيمويات جامدة ولا اي حاجة خالص والسلكة برضو اللي ستانلس دي كويسة اوي برضو بتدعك كويس اوي اللي ستانلس مع الصابون السائل ده هفضل بقى رايحة جاية كده من كل الاتجاهات علشان طبعا الشبكة هي جهتين من تحت ومن فوق فهتيجي اي دي هتبقى لفة على كل عمود كده ولا كل اي ده العمود يعني بتاع الستانلس بتاع الشبكة هفضل رايحة جاية كده لغاية ما كله ينضح شايفين عملت اتنين بس اهم مش اللي فوق خالص ده لقى اللي تحت واللي تحت اتنين بس او تلاتة بقوا زي الفل فخلوا بالكم بقى من الحاجات المخفية اللي انا بقول لكم عليها دي يعني مثلا الفرن بتاع البتجاز التنظيف الداخلي بتاع غسالة الاطباق لو عندك غسالة الهدوم برضو عمليلها دورة نظافة بالخل والبيكاربونات السوديم كنت منزلة هنا برضو الطريقة بتاع التنظيف الغسالة بتاعت الهدوم وغسالة الاطباق برضو الشفات تنزليه برضو من المطبخ من على كباك وتغسليه برضو يعني عشان يبقى المطبخ كله كده متنظف كده وزي العروسة هو كمان في العيد زي البيت كله قولوا لي بقى انتو وصلتوا لغاية فين في التنظيفات خلوا بالكم بقى وعملوا حسابكم خلاص يعني الوقت قربنا خلاص كل سنة وطيبين وحاولوا تفضوا نفسكم شوية في وقفة عرفات متخلوش كل الوقت كله شغل الوقت كله تنظيف بجانب طبعا الصيام خلي دايما على لسانك ذكر الرحمن والاستغفار والتكبير والتهليل والدعاء في يوم عرفة متخليش ابدا البيت ينسيكي اليوم ده لانه خيره يوم طلعت عليه الشمس متخليش ابدا بعد ذلك هندخل على قلب الفرن من داخل وهستخدم للتنظيف سيترس قاهر الدهون بعمل به دايما بفرن البتجاز على طول على طول بينظف جدا جدا بقلم مجهود منك تعمليه عايزة تدعاكي بسلكة ادعاكي عايزة تدعاكي بفرشة زي ما انا ببعمل كده ادعاكي بليفع ادعاكي يعني بصراحة هو كده كده هينضى في الفرن سواء انت دعابتي جامد او دعابتي بالراحة المهمة انك يعني ما تسبيهوش فترة بعد ما ترشيه كده في الفرن لا على طول كده في ساعتها اعمليه وهو طري كنت قبل كده بسيبه حوالي عشر دقايق وبعد كده ارجع له بضطر ارش تاني علشان الاقي اللي انا رشيته الاولاني ده نشف فمش مطلع معايا الدهون كويس فقرش تاني واشتغل يبقى من الاول كده ما تسبيهوش ينشف واشتغلي بيه على طول حاولي وانتي بتستخدمي بتحطي ايدك في السيترس تستخدمي معاه جوانتي لازم تلبسي في ايدك جوانتي علشان هو يعني مواد كيموية قوية علشان ايدك متتعبش كمان تكوني لابسة كمامة علشان ريحته نفاذة جدا جدا وتكوني فتحة ومهوية المطبخ وفتحة الشفاط علشان الريحة بتاعته فعلا قوية بعد كده مسحته بفوت كده زي ما انتو شايفين واد الحوامل اللي من على الجناب دي اللي انتو شايفينها البرزة اللي طلع من الجهة دي ومن الجهة دي اتسألت كتير عنها برضو لان هي ساعات ناس بيقولوا ممكن انها تتبري من الشبكة بتاعة الفرن لما بنتطلعها وبندخلها ممكن انها تتبري بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين اهيه بحالتها زي ما هي مفيش اي حاجة علشان الناس كتير بتحلفني وبتقولي لو الموضوع ده حصل يعني لازم تقولنا اهو انا بوريكم وهم بعد استخدام حوالي ثلاث سنين وشوية الحوامل اللي على الجنبين دول الحواف دول زي ما هم ما شاء الله مفيش اي حاجة مسحتهم هم كمان بنفس الفوت وبعد كده بقى بنشف مكان السوائل ومكان الفوتة اللي كانت مبلولة شوية مية مطرح ما مسحت بيها وخلاص كده بقى زي الفول زي ما هم شايفين بقى اقل مجهود واللمعة فيه جبارة هي وقوية احسن نتيجة لفرن البتاجاز بعض التنظيف لما تغسليه والتضافيه بالسترس هو ده فعلا الحاجة الوحيدة يعني ينفع انك تغسلي بيها فرن البتاجاز من غير صعوبة منك وتعب ومجهود جبار ممكن انك تتعاكي بيه وزي ما قلتلك الاختيار ليك في استخدام الحاجة اللي انت عايزة تغسلي بيها فرشة سلكة اي حاجة طبعا انا قلب المطبخ كله علشان التجديدات اللي متبعني عارف واللي لسه جديد معايا يا ريتي اشترك في القناة ان شاء الله هيلاقي كل حاجة يستفاد بيها انا طبعا قلب المطبخ كله كده قضيه علشان التجديدات اللي انا بعملها فيه وابدأ دلوقتي ان انا امسح المرايا بقى بتاعت البتاجاز نفسه المرايا نفسها انا بستخدم لها الملمة الزجاج عادي جدا جلانس جلاسي اي حاجة اي نوع ملمة زجاج اللي هو بتاع الزجاج والمرايات انا بعمل بالبتاجاز شايفين بقى كام رشة وعملت بيها والفرق طبعا بين ما بين ده وما بين ده مش عارفة اوضح اكتر من كده لان زهرة خالص في المرايا وادي المرايا في الاخر اهي لمعت خالص ونضفت من اي حاجة عليها وطبعا ظاهر فيها كل حاجة موجودة في المطبخ زي ما ان شايفين مرايا بقى بعد كده المهم ان بعد ما خلص البتاجاز كله هفرش في الاخر كده قبل ما احط الشبكة في مكانها هحطش قطعة كده من الفويل في القوع علشان بعد كده لما احط صنية على الشبكة مفيش اي اكل او اي سوائل تنزل تحت تاني تبوز القوع بتاع الفرن ويتعبني تاني في التنظيف المهم كمان ان انا اوارب باب الفرن زي ما انتو شايفين كده وتسيبيه ساعتين تلاتة كده متوارب علشان يهوي شوية من ريحة السترس اللي كانت موجودة لغاية ما قابلكم الفيديو الجاي على خير خلي بالكم من نفسكم باي باي